من عم يقول هيك؟ أنا عمقول عم بيحكيك لأنه بيحكيك توازنات تصدق إذا بدأ تستدرك المستقبل بدأ تتحرر من تحت جنح السنائة الشيعة أركان الطائفة السنية اليوم ممثلة بنادر رؤسة نادر رؤسة عم قول جزء منه عم قول هود الأشخاص ما في غيرهم هن اليوم تحت ما بقوله تحت جنح الرئيس نبيه بره الطائفة السنية مهزومة اليوم في لبنان طبعا مهزومة ومكسورة إيراديا ورغما عنها بسبب مين؟ بسبب المناخ السياسي من كسر الطائفة السنية في لبنان خوز المنفعة حزب الله كسرها وميشيل عون كسرها تمكنوا من كسر الطائفة ما بتعتبر أن الطائفة السنية كسرت من داخلها كما كسر المسيحيون اليوم بدي أكمل يعني أنا قلت رأس الحكومات بعد ما تراجعت كمان اليوم الولاء أو إذا بدي أقول قالت يعني الاندواء عند السناء الشيعي كدو واحد بطريقة هذا كمان أدى إلى هذا النوع من الانهيار يعني بالكيان السنة على الساحة اللبنانية يعني اليوم رئيس سعد الحريري بمفهوم السنة يعني بشوفوه بالتركية و بشوفوه بالمصر بشوفوه بالدول العربية و معاودين قبل على علاقات أكبر اليوم متل ما صايرة أول شيء مكسور خاطرون ثلاث رؤسة حكومات بدل فيهم الرئيس عون بسبعة اثمانة شهر يعني انتبه كيف كنت متن مكسورة و يعني أنا ما عندن حضور إذا متن ما بيّن تعتبر اليوم أنه رئيس مئاتي تابع في كسر الطائف السنية؟ طبعا يعني طلع من طاحب جناح الرئيس بره أيوا والتزم يعني بتركيبة حزب الله بتسليم فرنسي يعني فينا نعتبر أنه ساهم الرئيس مئاتي اليوم بتسليم اللبنان إلى إيران إلى منصومة إيران حزب الله؟ طبعا هو بتعاطيب مع المخابرات الفرنسية اللي طلبت منه تسهيل تركيب الحكومة طبعا اجت نتيجة التسويه ترجمة للتسويه الإيرانية الفرنسية أنت أوحيت بحديث مرة لإلك بما أنه على أيام غازي كانعان لم يستطع السوري أن يأتي بحكومة اللي فيها وزراء أدهاي الحكومة اللي جاي هلأ صح هالشي مزبوط؟ صح لأنه كم وزير سوري في بها الحكومة؟ يمكن الوزير إرداحي بشكل واضح فاضح جورج إرداحي؟ جورج إرداحي يعني أنا ما بعرف إذا بشار الأسد أنه قال له مبدية بس يعتبر بحكم علاقته وكلامه أنه أقرب واحد لرئيس الأسد هلأ البيئيين ما بعرفهم أنه صناء الشيعة عندهم أو مش عندهم أو الآخرين أنه ما بعرفهم رئيس جمهورية عندهم رئيس مزيس النواب عندهم شو بعبدهم؟ يعني كلهم عندهم فيديو أخير وموقف أخير لإلك ضمن هالفقرة ترجمة نانسي قنقر